السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك اي فيديو عايز يتبس له وعايز يتبس من خلال لينكت ان فانت محتاج ان انت تطلب اذن بالبس على لينكت ان يعني فيسبوك واليوتيوب والهجات الكلها بيتم تبس مباشرة. لكن لينكت ان لازم تاخد موافقة منه. تمام? لازم نروح للينك بتاع الاذن بالبس موافقة عليه. طيب هنحط اللينك اسفل الفيديو ان شاء الله. اهوت بيقول لك لازم تعبعد اكسيز الكويست للفورم ديت. الفورم دي كل المطلوب منك. ده الايميل بتاعك. اللي هو انت عامل بيه حسابك على لينكت ان. وممكن ان تحط اي ايميل اخر. وتختار هل انت عايز لحسابك الشخصي ولا للصفحة بتاحتك. وهنا هتحط الصفحة بتاحتك. يعني انا مسلا الصفحة بتاحت ايه. او دي الصفحة الشخصية بتاعتي. هقول له member. ورح احطيتها هنا. وهقول له submit. كل ده بس هو ده المطلوب. ساعتها هيبدا. ده. يراجع الطلب بتاعك. وشوف هل انت لك متابعين كتير او لك اظهار كتير على لينكت ان ولا الحساب ده وهمي. وبعد كده بتجي لك الموفقة بعديها بكزا يوم. انت بس ممكن يتم من خلال اكتر من برنامج. يعني فيه ري ستريم هوت. وفيه الموقع ده. سوشيال لايف. وفيه ستريم يارد. وسويتشار ستوديو. وفي ميو. كل الحاجات دي تقدرت بس عليها. انا مسلا من ري ستريم هوت. انا ببس من خلال الاو بي اس. او بي اس. طيب عملت انا ايه الموضوع ان انا اربط الاو بي اس بالستريم. كل ما انا عملته ان انا دخلت هنا في الستريم. والستريم. كانت ري ستريم دوت اي او. وكان فيه هنا كوننكت. فهو اوتوماتيك بدأ يربط ري ستريم بالحساب بتاعي. تمام. ودأتها بس. حينما مستي ال او بي اس هو برنامج فري و اوبن سورس ان انت ممكن تبس على اكتر من حاجة. بس انت لو بسيت على الفيس بوك انت كتبس على حاجة واحدة. لو على يوتيوب بنتبس على حاجة واحدة. انما لو بقول له ري ستريم. هو بيبس على الري ستريم و الري ستريم مشكورا. بيبس على كل دول. يعني تعال بس ايه الحاجة اللي عندي. هتلاقي ان انا ببس على اليوتيوب واللينكت ان. والتويتر و دوت سويتش. وباقي الحاجات اغلبها خاصة بي الفيديوهات بتاعة الالعاب. تمام. فمالش علاقة قوية بيها يعني. انما هتلاقي عندك الفيس بوك هو تدار تبس عليه. كل ده بيتم في نفس اللحظة. بينما لو انت بتسادي بتدون بس مغير الري ستريم و مغير ال او بي اس. هتبس على حاجة واحدة. لانما اليوتيوب لانما الفيس بوك.